ذكرت مصادر يمنيا أن اللجلة المشتركة لعادة الانتشار في الحديدة عقدت اجتماعها السادس على متن سفينة في المياه المفتوحة في أول اجتماع لها بعد انتهاء عمل رئيسها الدنماركي مايكل لوليسجارد وناقش الاجتماع تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف اطلاق النار وخفض التصعيد